وهو شيئاً فشيئاً يتحول إلى منبر لخطاب الاعتدال وخطاب التسامح الذي ينشر ثقافة السلم في مجتمعاتنا الإسلامية وفي العالم يظهر صورة الإسلام التي شوهها التطرف والإرهاب وهذه الجهود طبعاً التي نراها هي جهود ما كانت لتؤتي أكلها ولتنتشر لولا الدور الفعال والمؤثر والكبير لسماحة الشيخ عبدالله بن بيه الذي يشكل المدرس والأستاذ والمعلم لهذه الأفكار المنيرة التي نستنير بها ونسعى جاهدين إلى نشرها وإلى تطبيقها نسأل الله أن يطيل في عمره وأن يأخذ بيده لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاً ترجمة نانسي قنقر